بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذ أدبر والسبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوذ مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعد الشافعين فما لهم عن التذكرة مورضين كأنهم حمر مستنفرة فرد من قصرة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى سحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرا كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم أهل التقوى أهل التقوى ترجمة نانسي قنقر